أكد نائب ومدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة سكوت أندرسون التزام الوكالة الأممية بمواصلة تقديم المساعدة والدعم للنازحين في قطاع غزة وخلال زيارتي إلى مخيم بسمة أمل الخاص بذول الاحتياجات الخاصة في دير البلح بقطاع غزة والذي يأوي نحو مئة عائلة نازحة من دول الاحتياجات الخاصة أكد أندرسون أهمية إعادة بناء المرافق الحيوية التي دمرتها الحرب في غزة مشيرا إلى أن الزيارة لم تكن مجرد جولة عادية بين الخيام بل شهدت الكشف عن كثير من القصص المؤلمة